أنا بشتغل أو الحفلة بتاعتي نقول بتبقى اتنين تيك أو نصين النص الأولاني بيبقى عبارة عن إنشاء ديني بنشت في حب سيدنا النبي وفي حب ربنا سبحانه وتعالى قليل البيت والجزء التاني فيه بقول مولولوجات يا جماعة الفن حلو بس لازم نقول كلمة نرتقي بها إلى السماء مش إلى الأرض فأنا بقول أنا بغني مولولوجات لشكوك عشان لو كحد من الأسر اللي جايين معنا معهم أطفال هينبستوا يسققوا ما تبقاش الحفلة كلها قصرة على إنشاء الديني هل لقى عندنا غنى وعندنا غنى حلو غنى جميل وكلامه راكي فأنا بغني وبنشت فبعمل الحكتين مع بعض ويمكن البنس اللي أنا عامله ده مخلي الأسرة المصرية بكل أعمارها من الأطفال للكبار بيجوا يتفرجوا على الحفلة الكبير عايز ينشت وعايز يخش في الأجوار رمضانية والطفل عايز يسقف وعاوز ينبست فأنا بعمل الحمد لله مفضل علي بعمل لتنين وبعمل لتنين برقي وزوء وبرتقي بالزوء العام يمكن ده اللي بيخليني أفكر كتير جدا وأنا بعمل شغلي أدور على الكلمة يمكن الشعر الكتير صعب أو ألاقي بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله فيه ناس بتكتب كلام كويس وربنا قدرني زي ما بقول لنا أنا أقدم فن محترم للناس اختلاف هل الهلالك السنة اللي فات عن السنة دي أن أنا أكون موجود لأن أنا أعلم أن البيت الفن المصرح لما بيعمل هل الهلالك بيبقى بالتعاون مع الفرق اللي شغالة مع الثقافة أو بيت الفن المصرح يمكن عشان التعاون مبيني ومبيني أنا مش موظف التعاون مبيني ومبيني بيت الفن المصرح عن طريق مثلا بعمل مصرحية او اتنين اخر مصرحية كنت بعملها سلام حجازي بعمل معهم فالاختلاف السنة دي ان علي الهلباوي حد من بره البيت الفن المصرح او مش شغال مع البيت الفن المصرح يبقى موجود فده شرف ليه طبعا يكون موجود عندنا افتتاح امساكية هالهلالك لقطع الانتاج الثقافي في وزارة الثقافة واللي هي يعني معالي الوزيرة دكتور عنيفيني الكلاني امر بان انشطة بتاعتها كلها تكون مجانية على مدار 15 يوم بتتقدم لجمهور المشاهدين برنامج حافل جدا بيبتدي النهاردة الليلة كبيرة موجودة يوميا في الواقع من الساعة 8 ونص بتتعارض للاطفال والاهالي في الواقع ناس كتيرة كبيرة بتيجي تتفرج على الليلة كبيرة وعلى المصرح الكبير يوميا هتلاقوا فقرات مختلفة النهاردة علي الهلباوي وعدين الايام الجاية في فرقة رضا والفرقة القومية وفرقة انغام الشباب وحافلات كتير لغاية يوم يعني 14 ليلة فيها حافلات يومية اعتقدنا حقاية نجاح كبيرة ده سابع موسم بنعمل فيه هال الهلالك اللي بتخش فيه كل الجهات التابعة لقطاع الانتاج الثقافي البتر فاني للمصرح البتر فاني فرون الشعبية والمركز القومي للسينما والمركز القومي للمصرح وهناجر كل الانشطة بتاعت القطاعات بتاعتنا بتشتغل مع بعض في قطاع واحد اللي هو قطاع الانتاج الثقافي بعتبر علي الهلباوي من الناس اللي هم مبهرين جدا في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقت يعني بحس ان انا بشوف فيه مثلا عظمة ام كلسوم زمان انا كان نفسي عيش وقتها فاحنا صننا صغير قابس يعني عندنا استيعاب للأصوات بيفرق معادي جدا ان انا قاعد قدام حد يبهرني وصوته يمزجني وحس ان انا دخلت جوه المود اللي انا اصلا مش موجودة فيه في بيتي يعني اوان عشان مسلحية او كده مصر ولادة دايما في مسألة اللي ابتهلات والانشاد عموما يعني الشيخ احمد التوني وحتى الأسيس ربيع البركة الفن الشعبي في الصعيد فحاجة مخترمة جدا ويعني الابرة دايما اوزارة الزقافة معودانا يعني اننا دايما مهتمة بالجزئية دي او تقدر تقول كده المهمش يعني في الوسط الغنائي لانه اللي على الساحة او اللي ظاهر على الساحة مش بقيمة اسزعلي الحقيقة فاحنا مبسوطين النهاردة جدا اننا بنحضر له وحضرنا له حتى قبل كده برضو كان من تنظيم وزارة الثقافة في القبة الغوري الرمضان اللي فات وهم تابعين وباستمرار بحبي جدا جدا بصراحة علي الباوي ويعني دايما باج احضر له حفلات من زمن اوي وبيحسسني فعلا بالموت بتاع رمضان وبالزوء العالي جدا فدايما بنيجي يعني نسمعه الترام موجود اللي احنا دايما بننجري وراه ومنشوف وافلهم بنجري بنيجري نسمعه بس يعني فهو موجودة اكيد هوا هوا كسوت حلو وانا كمان بابايا من عويتني من وانا صغيرين انا اسمعه وكده واللي هو حسرت ان دي حاجة احسن من الاغاني اللي هي كاللي هي بنيسمعه جالنا دلوقتي يا عمات باي استاذ علي الهلباوي طبعا فنان كبير يعني من الفن القديم اللي هو الصوت يتسمع والمزيكة تتسمع وكل حاجة يعني روح وراه في اي مكان يعني حاجة جميلة فعلا بنيجي نسمع هنا هل هلالك بتبقى حاجة جميلة وبنحرس ان كل سنة الحمد لله انا وولادي بنيجي نحضرها حاجة بصراحة تشرف بلدنا وحاجة جميلة ويا رب دايما كده الفن يبقى الاصيل كده متواجد عندنا على طول والله انا بجد ببقى مبسوطة جدا لما باجي اسمع هنا هل هلالك بتبقى حاجة جميلة وفيه شباب صاعد بيبقى طالع جميل صوته حلو ولازم يظهر فهنا المكان ده بصراحة حريص ان هو بيظهر الشباب دي ومشاء الله عليهم ربنا يكرمهم ويا ربنا دايما المتفوقين في الاداء الجميل اللي هم بيعملوا ده